فيه ناس كتيرة بتأشأ ان هي تعمل حالة من حالات انا بسميها الابتزاز العاطفي ومساعات بسميه الابتزاز الديني فيعملوا ده ازاي؟ انه كهربوا حياة الناس ويخليهم دايما عايشين بشيء صعب بعض الناس يجي يقولوا طيب انتو سعلانين ليه ان الناس تسألوا عن الحرام طيب وسيدنا حزيفة كان كل الصحابة بيسألوا عن الحلال وسيدنا حزيفة كان بيسأل عن الحرام بس ده سيدنا حزيفة بس وسيدنا حزيفة كان بيعمل كده عشان ليه دور هيظهر بعد كده في حياة الصحابة لكن محدش قال خالص ان تتأسس حياة الناس على هذا الهوس هذا الهوس بالحرام انا بسميه من امراض اجتماع التدين دي من الامراض اللي اصابت المجتمع بسبب الطائرة المتطرفة هل لكم حاجة دايما نقول للناس كده او حد يستغل بالدين اربع حاجات او حد يستغل مخاوفك فانت خايف من ربنا فييجي واحد يقولك على فكرة لو خايف من ربنا سيب ده وده حرام وده حرام وده حرام من غير ما يكون من اهل العلم وهو حد يستغل كمان قلقك قلقك على المستقبل هيكون في ايه فيقولك لو انت عايز مستقبلك يكون نقي لازم تسيب الحرام اللي هو ايه الحرام ويبتدي يتلو عليك اشياء ما انزل الله بيها من سلطان بس هو عايزك تبقى زيه وهو حد كمان يستغل وجعك انت موجوع ويعيني حزين وهي متأخر الجواز عندها والبيت مليان مشاكل لا ده عشان فيه حرام وده فيه حرام وده فيه حرام كأن الناس حتى عملوا حرام ربنا ما بيرزقهمش وكمان محدش يستغل كمان جاهلك ان انت مش عارف الدين فحد يستغل ده ويحاول بقدر الامكان ان يعمل لك هوس الحرام الاربع حاجات دي اشهر اربع مناطق واشهر اربع مجالات بيستغل لها الشخص اللي بيبتزي الناس دينيا وبيبتزي الناس عاطفيا فمثلا شخص يقول لشخص تاني ان الشيء ده حلال فيقول له يعني مفيش حرام لما ييجي نقول لهم ان المعاملة دي حلال ويداع المال في البنك حلال يقول يعني خلاص كده ما بقاش في حرام وكان يقول له الاساس وكان الاساس انا عشان ابقى متدين لازم اتدين بان انا اترك الحرام لا حاجة مهمة جدا 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 حضرة النبي لما ابتدى قال ماذا الحلال وبين والحرام وبين لبعينا فيه بيان فيه بيان وابتدى بالحلال والحلال هي الدائرة الاوسع هي الدائرة الاوسع في حياة الناس وعشان كده في حد بيجعل واحد يشعر بان اللي سمعه من الادلة الشرعية عن وجود شيء دوت بيخليه دايما يبحث عن الحرام ويخليه يحس ان الادلة الشرعية بتقول له دايما خليك مركز على مسألة الحرام عارفين ليه؟ لانه هو شايف ان ربنا متربص به لو هو عمل الحرام هو ربنا سبحانه وتعالى هيعقب عقاب شديد مع ان الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده والله سبحانه وتعالى يقول ويعفو عن كثير فتأسيس نفسية الانسان المسلم على انه ربنا متربص به ولو فعل اي حرام ربنا سبحانه وتعالى هيمنع عنه رزقه ويضيق عليه كل اه مش هو ده الاتزان احنا مش بنقول ان الحرام ملوش تأثير سلبي على حياة الانسان بس ما ينفعش ان احنا نكون شايفين ان ربنا فقط هو الاله المتربص بنا هذه كارثة بتخلي الناس ما تعرفش ربنا وتخلي الناس تشعر بان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفات الجمال اسألكم هو احنا عبيد عدل ولا عبيد فضل احنا عبيد فضل يعني ايه عبيد فضل يعني ربنا متفضل علينا دائما ابدا هل مناسب وانت عارف ان انت عبد فضل وفي السماء رزقكم مما توعدون والله سبحانه وتعالى يقول ولو اجتمعت الامة على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتباه الله لك والله سبحانه وتعالى يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة بعد ده كله عايز تتعامل مع الله على انه هو الاله المتربص وبعد كده ايه اللي حاصل ما طبيعي اذا كان الله متربص فهو متربص ان انت تعمل حرام فياخذك طب وفين الله لطيف بعبادي واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فين ده كله فعشان كده لازم نخلي بالنا ان الانسان لما يجي يتعرض مثلا اللي قوله تعالى واحل الله البيع واحرم الربع احل الله البيع في حلالة هو يقولك لا ويقوله انت عايز تبقى تقي اقفز على مسألة وحرم الربع فكل ما يبقى الاساس ان احنا نبتعد عن الربع مش الاساس ان احنا نأكل الحلال يبقى واجبي اننا في بعض الناس بدل حرم الربع يبقى علي اننا اوجد الربع عشان اتركه عشان ربنا متربص بي ولا مفروض ان انا باكل الحلال وبرضو يجي ناس يسألوني هو الحسد والسح مش موجودين في القرآن شوفها الاسم اقول له اه بس هو كل حاجة موجودة في القرآن لازم تكون في حياتي يعني مدل الحسد والسحر موجودين في القرآن فانا لازم اعيش في حياتي عندي سحر وحسد ليه الناس بتعمل كده لانهم متصورين ان كل ما هو موجود في القرآن لابد ان هو يبقى في حياته ولابد ان هو يبقى في بيوته وتلاقي بيقول طالما ده نزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشافه يبقى انا لازم اشوفه ولازم اعيشه لكن بما ان الشرع يصلح لكل زمان ومكان فاللاقي ان فيه اشياء ممكن تتراجع وما تبقىش موجودة وتزول من حياتنا ويبقى الاصل في حيات الناس ماذا ان الامر على الاباحة ما لم يرد نص يحرم التحريم هو اللي محتاج نص لكن الحلال هو الاساس في الشريعة ليه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وترك اشياء لا عن غفلة ولكن رحمة بكم فالناس مش رضيين يقبلوا هدية ربنا وخلوا الناس عندهم هوس بالحرام ويا سلام لما نمسك بقى سلوك عريانة عند الناس انتو مش شايفين المجتمع فيه ايه ويخلوا الناس يحسوا بان هما مستحقين ان هما دايما يعيشوا في حرام لان هما طول الوقت بيحسسوهم ان لو كان في معصية في المجتمع يبقى احنا لازم ببساطة خالص نبقى احنا منتظرين ان حياتنا كلها تبقى حرام في حرام الطيرات المتطرفة عندهم تطبيق في الحياة اسمه جهلية المجتمع فلو لقين الستات مثلا مش محجبات يبقى ايه الستات هنا اقرب للعصر الجاهلي يبقى المجتمع جاهلي ولمجتمع فيه اختراب يبقى مجتمع لا يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف ان كل اللي هيبقى في المجتمع يبقى حرام فيبقى انت بدل المجتمع كده اهدوا بس علي عشان انا بحلل لكم تحليل اجتماعي اللي احنا فيه فيه ناس يجي يقولوا ببساطة خالص انتوا ليه بتقولوا ان ده من افكار التاريخ منطرفة لان هو ده حقيقي ده حقيقي يجي منين من ان حد جي قال لي انت عايش في عصر الجاهلي مليء بالحرام فيبقى الشخص لما يتهوس بالحرام وان ده حرام وده حرام فيحصله اكتئاب ويحس ان الدين اصبح دين عبق يبقى اصبح الدين ايه دين هبق عبق واصبح الدين بيوسوسه في كل حاجة فاصبح عنده هوس انا اقول لكم حاجة انا باقترح على واهل الاعلوم النفسية عارفين ده بقى فيه حاجة اسمها التدين الوسواسي وفيه حاجة اسمها التدين الهوس مهووس وده بيخلي الناس تحس ايه انها محتارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقوا له تعالى وحل الله البيع وحرم الربع اختلف الصحابة في بعض التطبيقات في الربع لدرجة ان بعض الصحابة ده كان يتمنى ان الله سبحانه وتعالى يبين لهم بيانا شافيا في الربع لكن فيه ناس لا يرضو بما رضي به الصحابة اي حاجة عندهم يبقى ربع لغاية ما يبدو الامر ومع ان الاصل في الاشياء اللي باح طب ليه بنعمل كده ليه الناس بتعمل كده عارفين ليه الناس بتعمل كده لو جيه حد بيقدم للناس دين جديد هيعمل ايه لازم يقولهم ان للدين اللي هم عاشوه كان حصل فيه ايه كان فيه حصل تجاوزات وان ده مليان بالفساد ومليان بالضياع فلازم عشان هو يقدم نفسه كبديل لازم نقول يخلي الناس تحس ان هم مظلومين لان فيه حد علمهم الدين خلط وخليهم يعملوا حاجات حرام وهي كانت وخليهم يعملوا حاجات حرام وقال لهم عليها حلال فيبتدي يعمل ايه يبتدي يعمل يعمل حالة من حالات الوسواس لدى الناس يقولوا على المهم ان نصحتك وعلى فكرة انا مليش عليك غير النصيحة بس خلي بالك انت لو اكلت الربا انت الله سبحانه وتعالى هيكون في حرب بينك وبين الله بس على فكرة مين قال ان هو كده هيبقى في حرب بينه وبين الله على فكرة انت لو مش محجبة مش هيتعابل منك اي طاعة حتى صيامك هيبقى باطل على فكرة كل اللي انت بتعمليه خلاص وانت اصبحت وكأنك انسانة مش مؤمنة لانك مصر على المعصية وإصرارك على المعصية ده ممكن يخرجك من الايمان هو للدرجات دي للدرجات دي فلذلك ايه اللي حاصل اصبح لدى الناس هوس ايه اللي حاصل وهو علمه علمه ان هو ايه بدل ما هو مطمئن وبدل ما هو ما سمعش من حد من العلماء ان اللي بيعمله ده حرام لا ده علمه كمان ان يسأل عن حكم الخل احنا عشنا وشوفنا الناس وهي بتحرم اكل الخل والناس بتحرم اكل الخبز واكل الفراخ البلدي ده كله ليه لان فيه عوص بالتحريم الناس دول اكيد مش هيسيبولكم دينكم خالص لازم يوقعوكم في الحرام مين الناس دول ليه محسسني ان انا ديني تحت طائلة المؤامرة دايما ليه محسسني ان العلماء ما بينوش الدين طب ده كله ليه عشان هو عايزك تخرجك من ده عشان يقدم نفسه على انه بديل هواس الحرام ده يا سادة والله اعرف ناس اطلقوا بسبب هواس الحرام وعدد ضخ يجينا الواحد بسبب هواس الحرام ده والله يجي اسألنا في الفتو اقول له انت قلت لمرتك ايه قال لي يا مولانا انا قلت لها انت طالق وخلي ان انا قلت لها انت طالق وانا اصد الطلق قلت له انت كنت اصدك قال لي يا مولانا افتيني على الاشد فبقى اسمه هواس الحرام طالق عنينا حاجة اسمها الورع البارد انك تتورع في موطن مفوش ورع ده في حكاية انا بسألك انت عندما تلفزت بلفز الطلق كنت عايز تقول ايه افتيني على ده طب هو ده حقيقتك هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا امروك ان انت تكذب في الحكاية هو الورع معناه ان انت تبقى كدب الورع مش معناه ان انت تكذب بس انت بتكذب واللي انت بتعمله ده هيضمر حياتك بيبقى مش عارف اعمل في ايه الشخص ده لكن بعرف بعرف اقول له ان انت على فكرة ان انت زي ما بتسعى الى الحرام انت بتقع في قوله تعالى ولا تقوله لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لي تفتروا على الله الكذب انت بتكذب اللي عنده هوس الحرام ده او هوس التحريم هو بيكذب بيكذب لانه هو في الحقيقة مش عارف يدخل على ربنا من باب الساعة العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مبنية على الساعة ولذلك عشان حد يقول لحد حرام لازم يأتي بدليل خاص ما ينفعش كده واكتر حاجة عملت هوس للناس هوس الحرام ده مفهوم استخدمه استخدمته الطائرات المتطرفة بطريقة بشعة تكلمنا عنه قبل كده مفهوم البدعة ان يخلوا اي حاجة ما عملهاش ما لم يفعله حضرة النبي فهو بدعة يعني حرام اي حد عايز يقدر حياة حد ويخليه يكره نفسه يخليه يقول ان البدعة حرام طب اقول لك حاجة هل احنا ينفع ان الواحد يقول لواحد ما تقرأش في المصحف لان يقرأ في المصحف بدعة لان حضرة النبي ما كانش بيقرأ في المصحف ده العزب الله سوء أدب لان الله سبحانه وتعالى اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ده جمع المصحف الذي بدأه الصحابة ثم انتهى على يد سيدنا عثمان ثم بعد ذلك وزع في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كل ده كان للحفاظ على الدين او صحيح حضرة النبي ما قرأش في مصحف لكن ده بدعة حسنة زي ما الترويح كده حضرة النبي ما سلاش رمضان كله ترويح بس فيه بدعة حسن عملها سيدنا عمر وجمع الناس وصلوا رمضان تلاتين يوم خلف أبي بن كع رضي الله عنهما عن سيدنا عمر وسيدنا أبي وخلاهم يصلوا عشرين ركع وكانت دي بدعة حسنة زي ما فيه بدعة مباحة زي المشروبات اللي احنا بنشربها واللي احنا بنعيشه ده زي ما فيه بدعة كمان مكروهة البدعة اللي ممكن تقول إلى الحرام وزي ما فيه بدعة محرمة زي الوسك والشامبانيا صحيح هم مش عصيرة إنب لكن هم حرام لأنها بدعة محرمة لأنها مسكرة يبقى إذن البدعة عندنا خمس معاني خمس أحكام فيه بدعة واجبة زي ما عملنا المصحف وجعلنا بيننا دفتين ده كان بدعة بس بدعة واجبة زي العلوم علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التوحيد وعلم التسكية وعلم أصول الفقه كل دي ما كانتش موجودة وما كانتش مدونة لكن دونت وأصبحت بدعة واجبة إذن يا سادة لازم نخرج من هوس الإيه؟ من هوس التحريم عندنا ثلاث إجراءات نعملهم عشان نخرج من هوس التحريم أول حاجة أول إجراء نعملهم عشان نخرج من هوس التحريم إيه اللي حاصل؟ نبتدي نربي أولادنا على القيم ونربي نفسنا على القيم لما تتربى على القيم هتعيش حياتك أيصر بكتير من أنك أنت تبحث عن حاجة تقربك من ربنا لأن الأخلاق هتكون بتقربك من ربنا كل ما تربي أولادك على الأخلاق وكل ما تسعيده منهم يكونوا عندهم أخلاق كل ما دوت عيخلي الإنسان بعيد كل البعد عن هوس هوس التحريم الحاجة التانية أرجوكم بطلوا تحبوا وتحكموا على الناس سيبوكم من الحكم على الناس لأن من حسن الإسلام مرء تركوا ملا يعني لما أتبطل حكم على الناس مش هتبقى محتاج مهووس هو ده حلال ولا حرام الحاجة التالتة والمهمة اللي أكتر مما تهتم بفكرة هو ده حرام ولا ده حلال انظر إلى ما فيه الخير ما فيه الخير هيعلمك ميزان مهم جدا وأنا بقولك فيه ميزان مهم جدا شوف فيه الحاجة لو فيها رحمة وفيها خير وفيها جمال أكيد ربنا سبحانه وتعالى جعلها حلال خلينا ماشيين مع القيم وخلينا نعيش مع القيم في كل أحوالنا وإن شاء الله ربنا هيداوي هوس التحريم اللي عند الناس رب والناس على قيم والأخلاق قيم والأخلاق بتفتح أبواب كتيرة جدا جدا ومن أهم الحياة اللي بتفتحها بتفتح العقول وبتفتح القلوب يا رب رجعنا تاني نعيش بالرحمة وبالخير وبالجمال عشان حياتنا تبقى أحسن حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين